طبعا يعني الناس كلها بتتكلم على بعض اللاعبين وغياب أحد العناصر وربما طبعا لا يلحق ديانج وشبه مؤكد خلاص ديانج مش موجود وهو مش موجود حتى في البعثة مع الفريق فبالتالي غياب ديانج أصبح أمر مؤكد بسبب الإصابة في العضلة الخلفية لكن في المقابل موجود طبعا محمد عبد المنعم اللي كان فيه شكوك حوله لحقه بهذا اللقاء لكن اللاعب موجود والأمور بالنسبة له جيدة هننتظر بعد إنتاء هذا اللقاء الإجراءات اللي هتتعلق بمحمد عبد المنعم لأنه بنسبة كبيرة أنا بقول لحضراتكم بنسبة كبيرة ممكن ممكن يكون فيه جراحة لمحمد عبد المنعم في الآن فبس ده هيكون بعد مباراة السوبر بإذن الله تعالى لو تم الاستقرار على هذا القرار في النهاية من قبل الجهاز الطبي طبعا البيعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وطبعا متواجد الأستاذ العامل فاروق طبعا نائب رئيس النادي شوفنا دلوقتي في لقاطات ونحاول نعيش حضراتكم الأجواء بلحظة لكن المؤكد أن المباراة صعبة أكيد لكن هي في كل الأحوال بطولة مباراة السوبر مهم جدا أن أنت تحاول تبروز تبروز انطلاقتك من خلال الفوز ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك اللي هو أقوى منافس محلي ليك وأكيد أيضا أكثر أو أقوى منافس أفريقي كمان بكل تأكيد لكن أنت أكيد برضو عندك إمكانيات كبيرة عندك عناصر مميزة جدا من لعبين وعندك قايمة متكملة حتى لو غياب دي أكد ممكن يكون بيؤرق بعض الأهلوية لكن في كل الأحوال أنت عندك عدد من عناصر مميزة جدا في هذا المركز بالتحديد وسط الملعب سوف تتكلم بقى على السؤلاء وتتكلم على الحمد فتحي وتتكلم على أكرم توفيق لو لاعب في المكان ده رغم ما بشوف أنه ممكن تكون صعبة الحتة دي عندك كوكا بالمناسبة كوكا ورقفة خليل حينضموا أو انضموا لبعثة النادي الأهل المسافرة للإمارات لخلط هذا اللقاء بعد التنصيق مع المنتخب الأولمبي اللي عنده ممارات الإياب أمام سواتن في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية اللي هتؤهل بإذن الله تعالى لأولمبياد باريس عشرين أربعة عشرين أتمنى لهم يا رب كل التوفيق فعندك أكتر من عنصر يقدر يكون تواجد فيه وسط ملعب النادي الأهلي في حال غياب ديانج فما فيش ألأ كبير رغم طبعا أن خسارة كبيرة بالنسبة لنادي الأهلي غياب ديانج لكن كل السكة طبعا كل السكة في كل اللعمين وما فيش ولا واحد فيهم يقل عن أليو ديانج في الإمكانيات ولا في المستوى ولا في الكهترات الفنية والبادنية ده أمر مفروغ منه بخلاف طبعا الجوانب الهجومية الجوانب الدفاعية الاستقرار الكبير جدا في تشكيل النادي الأهلي وارد قوي وارد قوي أنك تشوف مفاجآت يعني ممكن تلاقي مفاجآت في تشكيل النادي الأهلي ممكن تلاقي مفاجآت في طريقة لعب النادي الأهلي في هذه المباراة ما فيش شيء مسلم به أو ما فيش طريقة معينة أنت تقدر تقول هو كدر حيلعب بالطريقة دي بالتشكيل ده لا ما تقدرش تعمل كده ليه لأن بالتحديد المباراة الأخيرة شفنا ثلاث تبديلات عن المباراة اللي قابليها في التشكيل الأساسي سواء على صعيد الهجومي بالتحديد يعني بغير طاهر كان كده كده موقوف لعب مكان وحسن الشحات أفش لعب مكان برونو سافيو شادي مكان محمد شريف هتتفاجئ ممكن تلاقي حاجة تانية أو شكل مختلف ممكن تلاقي بيرسيتاو موجود في يعني خيارات عدة بالنسبة لكلر يقدر يتحرك فيها وخصوصا في الظل يعني الرياحية اللي بتانت تعبيها بخصوص القايمة الموجودة وأن كل اللعبين يكاد يكون متاحين بالنسبة لكلر في هذه المباراة فبالتالي إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق هل طهر ممكن يبتدي هذه المباراة؟ لا لا ممكن تاوي هو اللي يبتدي ممكن أي حاجة تتوقع أي حاجة لا تقدرش تتوقع كلر بالذات لكن بدايته بصراحة مباشرة جدا مع النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تستكمل هذه البداية الرائعة من خلال فوز عزة مالك في السوبر وبعده هيكون عندنا مباراة يوم 2 نوفمبر أمام فريق الداخلية في بطولة الدوري قبل التوقف فأتمنى أتمنى إن شاء الله بإذن الله كواحد أهلاوي أتمنى إن الأهلي إن شاء الله بإذن الله واحد أحد يكسب الزمالك في الداخلية تقفل المرحلة دي خالص وتبقى حققت كل المكاسب من هذه المرحلة الهمة قبل فترة التوقف فإن شاء الله بإذن الله الفريق يكون موفق